السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة بيتيس كويزين او شهيواس اومنزار نرحب بكم مع وصفة جديدة اليوم ان شاء الله سوف نقدم لكم البطاطا محشية بدجاج والبشاميل رائعة جدا نتمنى الناس ان هذه الوصفة تجربكم وتجربوها وأكيد اللي جربتها سوف تشكروني عليها سوف تأتي الديدة كوجبة غداء او وجبة عشاء خفيفة ضريفة نضيف المقادير البطاطا لدي البطاطا نقيتها وخويتها من الداخل كيف تشوفوا معي قسمتها على الجو وخويتها من الداخل انا خليت هنا واحدة صينة باش نوريكم كيفاش عندي هنا فلفلة صغيرة مقطعة رقيقة وشوية ديالدجاج وعندي كذلك 1 نص بصة مقطعة رقيقة بالنسبة للدجاج كامل التوابل نحتاج جوج معلقة القصبر ومعددة مقطعين نص معلقة صغيرة سكينجوير ومعلقة صغيرة تحمير فابريكا وراس معلقة الإبزار والملح نحتاج زيتون ونحتاج 1 جوج فصوص ما اولا غير فصواحد انا عندي غفص واحد كبير محكوك وكذلك الزعسر هادو المقادير دي المرحلة الاولى كيف غال نوريكم هنا كيف غالتشوفوا معي نستعمل السكين العادي كيف تشوفوا نحيض غير بشوية بشوية حتى نخويها من الداخل ونخليها من الجناب يعني شاد دفراتها بالنسبة له البطاطا اللي نحيضه من الوسط انا درسها سوبة الولدي درسهم سوبة الولدي اه يعني ممكن تستعملوا في اي حاجة اخرى او ممكن تستعملوا من نسبة الحشوة هاد البطاطا كيف تشوفوا معي هنا انا دكت زيت ندرسه مع تسوما ونضيف عليه شوية زعسر سنخلطوا مع بعضياتهم وننهن بهم هاد البطاطا باش ندخلها الفران كانين بعض البناس دخلوا عندي الانستغرام وقالوا لي كسب قائد هادري بزاف اه انا البنات اللي اللي نقدر نقول لكم هو انني ممكنش لي منعطيكم ش تفاصيل ذي الوصفة ضروري انني نعطي تفاصيل ذي التفاصيل ذي الوصفة اما يلكن تغير نقول لكم ديروا هادي ديروا هادي ونحبس منعطيكم شدك الشي بالتدقيق فيمكن ما ننجحش معاكم الوصفة ونتسمى يعني انا اللي ما ديراش الوصفة كما هي اللهم نهدر بزاف ونشرح لكم زيان المتديقات اما اللي كي يعرفوه مزيان فرغم وما اللي كي تجيو من هادري كثيرة بالنسبة المتديقات فبزز مني خسن نشرح لهم مزيان باش يعرفوه طبقوا الوصفة كما هي المهم كيف ما كتشوفوا معايا هنا راني يدرس هذه البطاطات هندها بزيت الزيتون والزحسر والثومة وغنغطيها به هاكت البابي اليوم وغندخلها الفران شاعل من تحت من الفوق حتى كالطيب واندوز باش نحضر معاكم الحشوة هنا درس واحد المقيلة درس فيها شو دي الزبدة ممكن ندريه غير زيت الزيتون يعني ماشي دارة وره الزبدة ونضيف عليها كذلك الفلفلة ونخليها تشحر واحد شوية نضيف عليها ما تبقى من مكونات كيف ما كتشوف معايا هنا تشحر ليها تشحات البصلة والفلفلة هنا راني نضيف ليهم القطع الدجاج اللي انا نقطعهم مرقاق بزيف يعني مقطعهم بحالهم بحال فلفلة والبصلة نقطعهم مرقاق بزيف سافيه هنا غدي نضيف الربيع والثوابل ونبدأ نشحر فيها تشحر مع الزبدة سوف نضيف عليه ونضيف عليه جانبا كيف الشمعي هنا غدي نضيف تشحر صفي ونضيف عليها بالنسبة للبشامل يعني ما غديش نحتاجه بزر دي البيشامل ندرس هنا غير كاس دي الحليب مع معلقة زبدة كبيرة ومعها معلقة كبيرة دقيق ونتبه لهم بشوية الملح والبزار كما تشوفوا معايا في الفيديو هنا وضعت الزبدة بشاميل كل شي كي عرف يديرها كيف قلت لكم انا كنشرح المبسديات اللي معمرهم داروا هذا البشاميل او اللي معمرهم داروا للوصفة يعني هم اللي خسني نشرح لهم بالتدقيق هنا راني نضرت الزبدة وضفت عليها داك المعلقة دقيق وضروري في هذه المرحلة كيف تشوفوا معايا راني اضفت الكاس ديال الحليب ونحرك مزيان يعني راني نحبسش من التحريك باش ما يقعدوش لي هذو الكويرات ديال الدقيق وما يدوبوش يعني يبقوا هكاك مكورين كيف تشوفوا معايا نرى داك بالدقيق مع الزبدة والحليب هنا غادي نضيف شوية ديال الملحة وغادي نضيف كذلك شوية ديال البزار باش ننكه هذو البشاميل اليالي يعني ما نخليها هكاك مزوسة يعني ضغ صغير شيشار شيشا ماشي بزيف تجري وغادي نحركها ونخليها ااااااااااا ع зовут مستمر يعني لفوق النار حتى كتعقاد وانه كتاخد وقت بزيف يعني لانه اخذت مني تقريبين خمسة دقايق اللي اخذت مني حتى الست دقايق يعني ماشي بزيف ديال الوقت اللي اخذت لي بشامل لانه اخذتي شوية ماشي بزيف نحييضها من فوق النار و ندوزها لكي نعمر البطاطا بعد ما خرجتها من الفرن كيف تشوفوا معي هذا هو الشكل تسكن طائبة لا تحتاج مزل طيب تلاحظوا بأنها طائبة ولكن تتفرس هذه الحشوة اللي وجت رأيها هنا بردات معي و كذلك لدينا البشاميل لا يوجد حدايا لكي نستعمل كل ساعة و نستعمل الفرماج محكوك هنا لدينا أنواع تقريبا أولى الأنواع لا أعرف بالضبط أنواع أبيض و نوع أصفر أنواع لازانيا نعمر هذه الفراغات البطاطا بهذا الشكل عادي من البنات جاءت رائعة جدا نشكر لكم فيها جربوها و عادي حكموا جاءت لديدة بزيف هذه البطاطا لا تقاوم هنا كيف تشاهدوا عمرت البطاطا بالحشوة و ضفت عليها كذلك مع علقات صوح الجمعية حيث أنا أخدم مع علقات صغيرة لتقاوم بزيف لتقاوم بزيف أضع بزيف نضع بزيف البطاطا و أضع بزيف أضع بزيف و أضع بزيف و أضع بزيف و أضع بزيف لدينا فرماجة حتى يكون مقصرة فرماجة كم مقصرة و أضع بزيف و أضع بزيف و أضع بزيف في الأخير فران صاحبت المنطقة و أضع على نام 20 درجة و غير جبن و أضع بزيف لدخلتي كما ترى الجبن لأنني انا درسها على حسب العشاء بما أنه سبت يعني كنفضل أنا نوجد العشاء قبل ما نخرج درسها على تقبل العشاء يعني خليت داك الجبن ما محمر بزاف بينما نسخنها بينما نعود نسخنها يعني غايزي دي دوب وغايزي دي يتحمر والصراحة البنات الوصفة جات رائعة وجات لديدة بزاف كنتمنى انكم تجربوها رغم ما غاديش ندمو عليها وممكن انكم تستغنو على الدجاج يعني تعاوضوه بكفتات تعاوضوه بطون يعني مشي ضروري واحد لحاجة درسها أنا يعني تطبقها انتي لا ممكن تدريدك شي اللي متوفر عندك كل واحدة تدريدك شي اللي متوفر عندها وحتى البشاميل ممكن تستغنو عليها في هاد الوصفة يعني ما تديروهاش يكفي انكم تعمروها وطرشوها بشوي دي الفرماج راكجي لديدة بزاف وهاديك الزويت اللي كتبال لكم تما غير الزيت الزيتون يعني رها ما عندها حتيش ضرار رها كتجي رائعة بزاف بزاف غادي نقولكم الى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله ووصف الجديد ان شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة